أخبار اليوم كل بنت بتستعمل مستحضرات ينايب البشرة أو أدوات مكياسو محتاجة تعرف كواس جداً كل حاجة من الأدوات دي التاريخ الصلاحية بتاعها إمت وإمت تبقى صالحة للاستعمال وإمت خلاص أقول لا ده ما ينفعش أستعمله لأن هي هتأثر تأثير سلبي جداً على وشعتي من الحلقات اللي بتبوز بسرعة جداً المسكرة المسكرة صلاحيتها بتغب من حوالي من تلك لسات شهود بمجرد ما تفتحيها لأننا نفتحها كثير جداً وبنقفلها فبيدخل فيها هوا مع البكتيريا اللي موجودة ما بين الرموش اللي انا طبعاً مش شايفينها فتتأثر وبتتحول أن هي مادة غير صالحة وهتأثر بعد كده على رموشي لأن في بنات كثير جداً بيبوا قولوا لي أنا المسكرة دي نوعها بيوقع لرموشي مع أن هي غالية فهي الفكرة مش في المسكرة الفكرة أن هي دخل فيها بكتيريا وقت غير صالحة للاستعمال وانتي برده لستة بتستعمليها فلازم نكون عارفين أن المسكرة من 3-6 شهور وبعد كده نبتدي نرميها لو أي حاجة شمينا فيها ريحة مش كويسة لازم نتخلص منها تماماً عندنا اللوس باودر اللوس باودر والكمباكت باودر دول من أكتر حديث اللي هي فترة بصلاحية طويلة يعني ممكن تقعد معنا لمدة 3 سنين المهمة بس أن هي ما تقش مفتوحة ومتعرضة لطراب عشان تحافظ على صلاحيتها وقت أطول عندنا الفاونداشن الفاونداشن من الحاجات اللي ممكن تبوز بسرعة جداً هو وروج من درجة الحرارة يعني أنا لو حطيت الفاونداشن بتاعي وروج بدرجة حرارة عالية أو ما تعرض للشمس وقت طويل فهيبوز ورحته هتغير وهيأثر على وشريتي تأثير سلبي جداً يعني مثلاً إذا استفتتها في العربية فالشمس أثرت عليها فصلت عملت كده نقط وفصلت اللون ده الواحده واللون ده الواحده وبقيت عندي أكثر من اللون أي حاجة يحصل فيها الحاجة زي كده حتى لو أنا جايبها بقالي شهر أو شهرين لازم أتخلص منها بسرعة جداً لأن أنا لو حطيتها على وشي هتعملني مشاكل أكبر بكتير من أن أنا كونز علينا على 8 إزازة فاونداشن حتى لو هي ب500 جنيه فأنا ممكن أعالج وشي بالأثار السلبية اللي حصلت منه وقت أطول من كده بكتير السن بلوك بيوض معنا من 6 شهور لسنة المنكير ممكن يعد معنا سنة تقريباً لو أنا عايز أحافظ على كل الحاجات اللي كريمي شوية في الميكب بتاعي زي الجروج والفاونديشن والبرايمر أي حاجة ملمسها كريمي شوية فأنا ممكن أشيلها في التلاجة طول الوقت لأنا مش بستعملها فيه ولو حطتها في الشمس يبكون يعني مضطرة أن أنا مثلاً أخدها في العربية معي في مشوار أو حاجة وبعدها على طول بعد ما بخلص استعمال بشيلها في التلاجتين دي أهم طرق وأحسن حاجة أن نحن نحافظ على أدوات الميكب بتاعنا عشان تخلي بشرتنا دايماً بصحية وما يحصلش فيها ماشي في نهاية كل وصفة بقولها بقول من كل قلبي لكل بأنت وكل سك أنت مش نص المجتمع أنت المجتمع كله حبي نفسك واهتمي بنفسك مفيش حاجة اسمها أنا رحت علي أو الوقت ده مش وقتي أو معنديش وقت اهتمي بنفسك كويس جداً وده هينعكس بشكل كبير على كل المجتمع اللي حواليكي على بيتك على إخواتك على أولادك هتحسي بالطاقة الإيجابية اللي طلع منك وبتأثر تأثير إيجابي جداً في كل اللي حواليكي اللي هيخليكي حسب قيمتك في المجتمع